ازايكم اغلى واجمل متابعين يا رب اكونوا بخير وبافضل حال ونكونوا على تواصل في الخير دايما ورجعت لكم النهاردة فيديو جديد يا رب الفيديو هنا للاعجبكم بس ابنى مبدأ الفيديو ياريت نسمى الله ونصلى على الرسول اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ياريت توصلوا الفيديو ده الاكبر عد من لايكات عشان يوصل لكل الناس ولو كنت لس تشوفه القناة الاول مرة فما تنسوش تعملوا واشتراك للقناة واتفعلوا علامة الجرس لكلها عشان نوصلكم اي فيديو جديد انا بنزله وتابعوا معي اللي فيديو الاخر عشان فيديو النهاردة مهم جدا 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 لليومين اللي احنا فيهم دول خصوصا لو عندكم اي طيور رأد تمام اه لو حد بيربع السطح زي كده من الطيور منها للشمس على طول فطبعا الفيديو ده لي فعشان كده بنلاع لكم حد ينسى اللايك علشان الفيديو يوصل للناس كلها وغيركم يستفد من الفيديو. تمام انا عندي طيور ده عندي رومي وعندي بط حاليا رائد تمام? فانا الوقتي الطيور عندي مقربة انها تطلع اذا كان الرومي او البط. فتيجي بقى انا شوف مع بعض انا هعمل لهم ايه في اليومين دولة تليني اليومين دولة حر زي ما انتم شايفين بالنوارة وبالليل هو. فبي الجو اللي احنا فيه ده يجي ساعة وقت فقس البيض والبيض يجبس معانا والبيض اللي كتكوت يفضل ينقر في البيض ما يقدرش يكسر القشرة في الكتف ويموت جوه البيض. ليه بقى? لان كده بيكون عنده نقص رطوبة. نقص رطوبة. آآ بسبب قلة الرطوبة اللي بتكون وصلة آآ للبيض. ده طبعا بسبب درجة الحرارة العالية. ويه كمان رائد الطيور على البيض. فاحنا بقى بنعمل ايه? زي ما انتم شايفين كده انا عندي البخاخة ديت. انا بس بها على السطح كده. تمام? هتقول ليه طب ليه سايبها على السطح المية هتبقى دافية. انا عايز المية دافية. انا عايز المية بدرجة حرارة السطح. ما ينفعش نجيب مية ساعة والبيض الدافن قم رايح راش نعبر. لا انا سايب دي كده المية دي الدافية خالصة اهي. من طبعا درجة الحرارة. بس مش دافية اللي هو سخنة. لا فترة. تمام? آآ فانا باجي. او البيض اهو. ده بيض الرمياء طبعا انا لسه رش عليه فمش هقدر ان انا ارش على تاني الوقت بطل لو هتلاحظم اهو البيض عليه مية اهو. يا رب يكون واضح معكم. تمام? عندي هنا بيض الفراخ. ده بيض هندي. تمام? هنعمل نفس الحركة برضو. اهو رشتين بس كده اهو. عندنا بقى البطة اللي هي اصلا من الفرد اليمين والطلع. ده البطة اللي رأى ده في العشة دي. اهي. طبعا انا بقى دي تلاتيان بعملها الحركة دي. بس ايه دي? شايفين البطة? البطة عارفة ان خلاص بيضة هيطلع. بس انا ولا انا انا ولا انا البيض ده ان شاء الله في خلال يوم ما هيطلع بامرك يا رب. فاهو. زي ما انتم شايفين كده برش على البيض بالطريقة دي. اهو. تمام? بس اضبط الازازة. انا حس انها مش مزبوطة. انا عايزة تبخ ايوة دي. تمام? كده البيض ترش اخوز زي ما انتم شايفين. بيرجع. وهي طبعا هترجع ترقوا على البيض ثاني. عندي كمان بطة اللي انا خرقتها الوقتي تاكل. رأى ده في المكان ده. اهو. تمام? دي برضو رأى ده بعدها بكم يوم. اهو بالطريقة دي كده. تمام? انت لو هتلاحزوا خطة في الحر البط بيخرج يستحمى ويرجع على البيض بتاعه. تمام? ان البط تفاهم وعارف وبيعمل ايه? كده دخلت على بيضها اه. نم قفلنا عليها. ونجيب الاخت دي برضو تدخل على بيضها خلاص. كفاءة عليها كده. مش عايزون برضو يطوروا على الصدق الزيتة عن اللي زمق يناعمل جو حر وكل حاجة. بس. حفاظا على البيض. عندي لسه ايه? عندي البطة دي بس هدخلها شوية كده مش دلوقت على طول. هنا هنزبط العشة بتاعها بقى. انا باجي هشلها بخشل التوقتين دولت عشان اعرف ان هنا خرق. طبعا انا عايز اقول لكم ان الفراخ الهندي هيبضها كبس. ثلاث فرخات. دي رقد على بيض رومي اللي في العشة هنا دي. رقد على بيض رومي. فان شاء الله اول ما اجيب الفقاسة هنقل البيض ده كله. تمام? كل ده لازم ان هو يتنقل. علشان طبعا زي ما انتم شايفين بقى درجة الحرارة عندي وحشة. والطيور مش فلحة عندي خلص في الصيف. قدر الامكان بقى احاول ان انا احافظ على اللي رائد بالطريقة دي. تمام فهو لازم ان احنا نرش البيض بالطريقة ديت علشان خاطر نوصل الرطوبة. ليه البيض والبيض ما يجيش وقت الفقس ويتكتف مني او كتكوت يموت جوه البيضة. تمام خصوصا ان الجوة حرر بالنهار وبيد ليل ساعة. المية دي بالمناسبة عشان برضو ما يكونش انسيت. المية دي مية بخل. مش مية بس. لا دي مية بخل. بس بها كده في اي ركن على السطح. آآ باخدها بدرجة حرارة السطح بدرجة حرارة الطيور اللي رائدة. طبعا السطح كله درجة حرارة واحدة. فما ينفعش ان انا الفرخة او البطة تكون رائدة على بيض والبيض سخنة واجب مية ساعة وقوم رايح حاطيتها على البيض. لا. انا بجيب مية بخلل واسبع على السطح كده يوم كامل. خصوصا بالنهار ان انا عندي بالنهار اهم حاجة عشان تاخد درجة حرارة السطح. ما برشش على البيض بالليل. ما برش بالنهار بس. تمام? البيض يترطب بس. وبعد كده اقوم رايح آآ آآ الطيور ترقط. فده ان شاء الله هيساعد ان البضيط العبادينة مع بعض اهو. وهنشوف مع بعض الطيور هتعمل ايه? نجي بقى هنا. انا رش برضو هنا اهو زي ما انتم شايفين ندخل البطة دي. انا خمنا اهي. انا خشي. ترقط بقى براحتها. هتعمل بضها براحتها. بس عشان ايه? ما بحبش البضيط يدخل تحت القماش. ايوة كده. ترقط بقى براحتها وتزبط الدنيا براحتها. ونيجي بقى ايه? نأكل الارانب مع بعض. كان معي كيسة والله ما انا هتعمل. دور كده شوية تنظيف خاص. هرميهم للارانب يعني. ما عندهمش اكل خالص اصلا. انا من غباجة ايه المعلى الرومي. نفتح لهم. ونشوفهم مع بعض. ونأكلهم. الله واكبر له. عشان ان شاء الله يكبروا معانا. وناخد منهم انتاج وناخد منهم السلالة. وابدأ ان انا اهجن. منهم. لا بالله. خلصين عكلهم اهو. طبعا الخضرة دية تروح طيولة. انا بتاعلي. والله لا يبقى. الله اضررها اظم لها. كده احنا اكلنا الارانب وعملنا الفيديو بتاع النهاردة. من اللي كنت وصلت معي حد دلوقتي ما تكونوش نستنسوا اللايك على الفيديو او الاشتراك في القناة واللي هبس افصل على اي حاجة يسابها لي تحت في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد على خير.